وقبل ساعات قليلة من انطلاق الانتخابة الرئاسية الأمريكية اتخذت سلطة الأمريكية سلسلة من الإجراءات الأمنية المكسفة في لاس فيجس وهي إحدى الولايات المتأرجحة والتي تحيطها بسياج أمني وشملت الإجراءات الأمنية تعزيزاتنا في ولايات أخرى حيث تم تفعيل الحرس الوطني ووضعه في حالة تأهب في 19 ولاية لضمان سلامة العملية الانتخابية واحدة من أكثر المنافسات الانتخابية الأمريكية الدراماتيكية انسحب فيها أحد المرشحين قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات وكاد منافسه أن يغتال مرتين ولا تزال التهديدات والمخططات والمخاوف هي العنصر الأبرز في تلك المنافسة من المفترض أن يكون يوم الانتخابات بداية النهاية لتلك الأحداث لكن في هذه المنافسة بالذات يبدو أن بداية أحداث أكثر تشويقا تلح في الأفق في محاولة أخيرة لتوعية الناخبين بشأن محاولات التدخل الأجنبي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية أصدرت الاستخبارات الأمريكية بيانا حذرت خلاله من محاولات خارجية تسعى إلى التلاعب بالرأي العام الأمريكي والتحريض على العنف حسب ما ذكرت شبكة CNN وأضاف البيان أن الاستخبارات تتوقع أن تتكثف هذه الأنشطة في الساعة الأخيرة من الانتخابات وخلال الأسابيع المقبلة لافتا إلى أن محاولات التدخل الخارجية ستتركز بشكل مكثف على الولايات المتأرجحة مشيرا بأصابع الاتهام إلى روسيا وإيران وفيما يخص التهديدات الداخلية تكثف الولايات المتحدة من استعداداتها واعتمدت إجراءات أمنية غير مسبوقة لحماية العملية الانتخابية تخوفا من حدوث إرهاب داخلي محتمل وبات البيت الأبيض محاطا بسياج معدني بارتفاع ثمانية أمتار فيما سيتم إغلاق للشوارع وفرض قيود على وقوف السيارة في محيطه كما تم تأمين مقر إقامة المرشحة هارس وتعيد الأجواء الحالية إلى الأذهان أحداث الكابيتول التي وقعت في السادس من يناير من عام 2021 عندما اقتحمى مثير الشغب من أنصار الرئيس الأمريكي ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي اعتراضا على نتائج انتخابات 2020 وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق للمبنى وعطل جلسة مشتركة للكونجرس لفرز الأصوات الانتخابية في مشهد لم يصدق متابعوه أنه يبث مباشرة من الولايات المتحدة معقل الديمقراطية في العالم وسيظل الترقب والتوتر سيد الموقف في الشارع الأمريكي حتى تمر الانتخابات ويتسلم الفائز مقالد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في يناير 2025